سيدنا الإمام أحمد بن حنبل على ما أتذكر وقال له أن أنا كان معايا بعض المال وحطيته في مكان ونسيت المكان يعني أعمل إيه عشان أوصله تبدلها في الفقه ولا في حاجة خالطة قال له اسمع توضع واترك نفسك لله بين يديه وصلي بخشوع وخضوع انتهي من الركعتين وقاعد انتهي من الركعتين وقاعد يعني ركعتين وعيد وعيد افضل كده حتى يذكرك الله فالرجل راح واقف اتوضع ووقف بين يديه الله ونوى أول ما صلى ركعتين هينوي على التانيين جاله الشيطان وسويسله قال له الحاجة بتاعتك في المكان الفلامي صب الصلاة وطلع يجري لا ماهما تكملش بقى خلاص هيخش في الركعتين التانيين تذكر فرجع للامام احمد بن حنبل قال له ما ادراك ان الصلاة ستذكرني او الله يذكرني قال الله لم يذكرك ولكن الشيطان لم يتركك في طاعة الله صعب على الشيطان انت هتفضل افتصال لكده تاخد حسنات لا خد المال بتاعة الدنيا احسن ورح مذكره كما يقال في الاصر يعني بمكان المال